الحقيقة الاكتشاف المبكر للأورام عبارة عن ازاي نعمل فحص او اشعة او تحليل نكتشف به المورم مبكرا وهو ده بيستخدم في بعض الانواع على سبيل مثال الثادي والقولون والرئة وعنق الرحم دول اهم الانواع اللي نقدر نكتشفها مبكرا مش كل الانواع الاورام الاخرى بنقدر نكتشفها مبكرا عن طريق الاشعة او التحليل يعني عن سبيل مثال الثادي بننصح ان بعد سن الاربعين ممكن يقوم بنعمل في بعض الحالات السيدات اصحاب الاحتمال الاخطر بنحن نعمل لهم اشعة على الثاديين اللي هو بيسمى الموموغرافي او اشعة موجات صوتية لاكتشاف اي بؤر او مكونات صغيرة القولون في الناس اللي عندهم تاريخ في العيلة من اورام القولون بيتعمل لهم منزار بعد سن الاربعين لاكتشاف اذا كان هناك في حلامات سرطانية او لا الناس المدخنين في اورام الرئى تدخين مزمن بنعمل لهم اشعاعات مقطعية على الرئى بتسمى يعني اشعاعات ذات الاشعاع البسيط لاكتشاف اي بؤر مبكرا كذلك في بعض الحالات البلاد اللي فيها انتشار لاورام الرحم ممكن نعمل مسحات برامج مسحات مبكرة عن اورام الرحم ولكن البرامج دي ما بتتعملش في كل البلاد زي بعضها يعني بتتعمل برامج الاكتشاف المبكر في عن الورم بالذات في البلاد اللي فيها انتشار لهذا الورم وفي السيدات او الرجال عندهم احتمال خطورة ما ننفعش نعمل لكل الناس انما اهم من ده اهم من الاكتشاف المبكر عن طريق التحليلات والفحص طبعا انا منسا تقولكم ان اهم الحاجات اللي هي اورام البرستاتا عن طريق دلالات الاورام البرستاتا اهم من الحاجات دي كلها اللي هو اذا وجدنا شيء غريب او عرض غريب بيدوم اكتر من شهر بنالتفت يلفت نظرنا يحتمال يكون اورام يعني مثلا نزيف مع البراز اكتر من شهر واستبعدنا البوسير يبقى لازم نفكر في اورام كتلة فرن سادي غريبة نفكر في اورام السادي كحة زيادة عن اسبوعين لشهر نفكر في شيء لازم نفحصه في الرئة وهكذا اي عرض يدوم ويطول عن اسبوعين لشهر لازم نفكر ان احنا نستبعد الاورام بس مش عرض بقاله يمين او ثلاثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر